السلام عليكم مساكم الله بالخير موضوع بسيط بس يمكن كلنا نتفق أننا في الزمن اللي قال عنا الرسول الله مصل يسلم عليه أن القابض على دينك القابض على الجمر لكن الأخص المرأة المرأة في زمننا هذا بين شريعة الأغبياء وشريعة الأنبياء أعطيكم أمثلة واحد أباح ولها التنفيذ في دور السينما والحضور على خشبات المسالح وربي سبحانه أسقط عنها الحضور في الجمعة والجماعات حفاظا عليها اثنين أباح ولها الغناء والله سبحانه مانعها من الأذان والجهربة والتأمين حفاظا عليها ثلاثة استغلوا صوتها بشركات الاتصالات وغيرها استقطاب الزبائن والله سبحانه وتعالى في الصلاة إذا أخطى الإمام الرجال شو قلون سبحانه الله المرأة تكتري بالتصفيق بس ما تكون شيء حفاظا عليها أربعة جعلوها بطلة أولمبياد ومراثونات والله سبحانه وتعالى أسقط عنها الجري بين العلمين في المسعة حفاظا على حيائها ما اكتفق كذا ولا خمسة طلعوها الرحلات الترفيهية بدون محرم آتي والله سبحانه وتعالى مسقط عنها الركن من أركان الإسلام اللي والحج إذا ما كان فيه محرم ستة طلعوها من بيتها بكامل زينتها متمكي جوا متبرجة رب سبحانه وتعالى يا مرهم ما تضرب بالخلقالي برجلها عشان ما تدري الناس مش تخفي من زينة طبعا اتكلمت عن مرأة بالذات لأن المرأة في الإسلام مسترصدة بالنسبة للفئة القليلة الغبية اللي يقولون يا شي خلت دين الهلع منهم هلع يا أخو منهم حمسيح منهم هلع آه يعني لازم لحيت الله هنا وكلها بسبشت لا يا أخوي لا كلنا الرسول الله مصلي سلم عليه ما مات إلا بعد ما أتم لنا ديننا كلنا أنا ما فتيت في شي جديد جيتك وقلت هذي هتواع حلال ولا حرام ووقتها أقول لي لا هذي العلماء من أنت أما التناصح معافينا خير إذا ما تناصح